وللحديث عن الموضوع مشاهدين ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية دكتور سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية في بيروت دكتور سامي مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا ما حجم الخطر الذي يهدد العالم ونحن نتحدث عن زيادة أعداد هذه التجارب الفالسطية الخطر كبير ودقيق جدا لأن اليوم أصبح شبه محسوم أن كوريا الشمالية مستحوزة على سلاح نووي اليوم مجال الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تخطأ العشر تلاف كيلومتر مربع وجعل مدن أمريكية أساسية على مرمى من الضربات الكورية ولكن المسألة اليوم ليست فقط في حقيقة هذا الخطر إنما بكيفية مواجهة هذا الخطر وصدق حيث كل الخيارات المتاحة تطرح أكثر من علامة استفهام مثلا حل هذه الأزمة عبر الحوار كما أشير في التقرير هو حل اليوم مستبعد أما حل العقوبات الاقتصادية التي باشرت به الولايات المتحدة وكان آخر قرار للكونغرس منذ أيام غير كاف وما يقال أو يلوح به الرئيس الأمريكي من ضربة استباقية مخاطره عالية جدا ومن هنا ضقت هذه المسألة التي تكمن في طريقة وكيفية مواجهة واحتواء الرئيس الكوري كي بيونغ وون لكن دكتور كل الأراضي الأمريكية الآن تحت مرمى هذه الصواريخ الفلسية إذا حضرتك دا تقول عبر الحوار مستبعد عقوبات غير كافي وأيضا ضربة استباقية مخاطرها عالية إذن ما الحلول برأيك لإثناء كوريا الشمالية عن الاستمرار في تهديداتها الدولية هذه أعتقد الحل الوحيد هو ردع الرئيس الكوري هذا من جهة واستعمال الرافعة أو التعويل على الرافعة الصينية من جهة أخرى على الرئيس الكوري أن يفهم من قبل واشنطن أن واشنطن لن تبادر بضربة استباقية ولكن إذا في حال ما قام بأي ضربة سوف يكون الرد قاسيا بشكل ونوويا يطيح بالنظام القائم في بيونغ جونغ ولأن اليوم الهدف الأول لهذا السلاح النووي من وجهة نظرة بيونغ جونغ هي حماية هذا النظام هذا من جهة ومن جهة ثانية هناك عقوبات اقتصادية ممكن استعمالها ليس فقط على النظام بشكل مباشر ولكن على شركات صينية وشركات أجنبية تتعامل وتشكل منفذ لهذا النظام للتفلط أو محاولة الالتفاف على العقوبات الاقتصادية طيب دكتور أيضا خطر هذه التجارب لم يعد يهدد فقط البشر والدول وإنما تجاوز ذلك إلى الجو أيضا إلى الطيران المدني كيف يمكن تلافي هذا الخطر دكتور هناك بعض شركات طيران كما جاء في التقرير لوفت هانزا اليوم غيرت مسارها غيرت مسارها قد قمت باتخاذ بعض الإجراءات لأن أيضا المسألة من وجهة نظر تقنية تشكل مخاطر لأن الصواريخ حتى اليوم المطلقة تطلق بشكل أفقي ولم يتمكن الكوريون الشماليون من السيطرة التامة على هذه الصواريخ لكي تمشي بشكل موازي للكرة الأرضية هي تطلق بشكل أفقي مما يوديد الخطر على شركات الطيران المدنية في الوقت الحاضر هذه القرارات تأخذ بشكل فردي ولابد هنا من تنسيق دولي من أجل الإحاطة بهذا الخطر لأنها مرة أخرى تجرى هذه التجارب خارج أي نطاق دولي ناظم لها نعم قبل التنسيق الدولي الذي ذكرت حضرتك ممكن أن يكون حال وأيضا ذكرت حضرتك أن هذه الصواريخ الفاليستية تطلق بشكل أفقي قبل هذا وذاك هل تجد المسابير؟ عفوا 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 لا تطلق بشكل أفقي اليوم تطلق بشكل عمودي ذكرت حضرتك أفقي بينما التقنيات هذا الشكل عمودي عفوا نعم طيب إن كانت تطلق بشكل عمودي وأيضا ذكرت حضرتك أنه تحتاج إلى تنسيق دولي لتغيير ذلك ونحن نعلم أن تنسيق الدولي يحتاج إلى بعض الوقت قبل هذا الوقت دكتور هل تجد أنه تغيير مسار الرحلات إلى مسارات أخرى كما فعلت لوفت هانزا وشركة الخطوط الفرنسية هل هو حل ناجع الآن؟ مؤقت لنقول يعني هو الحل الوحيد الباقي أو المتوفر هو حل ناجع ولكنه مكلف على الصعيد المدني على الصعيد الاقتصادي يبقى أن لابد اليوم من حسم هذا الأمر من خلال مزيد من الضغوط الأمريكية والأهم من ذلك كله مزيد من الضغوط الصينية هنا لابد من الإشارة أن الصين لا ترى يعني بعين الرضا هذا النظام في كوريا ولكنها تهاب مسألة إعادة توحيد الكوريتين ووجود قوات أمريكية على قريبا من حدودها الجنوبية وهنا لابد أيضا من تطمينات من جهة واشنطن باتجاه بكين شكرا جزيلا لك لكل هذه المعلومات حدثنا عبر الأقمار الصينعية الدكتور سامي نادر مدير معهد المشرق لشؤون الاستراتيجية في بيروت ترجمة نانسي قنقر